حين رسل المولى اسماعيل سلطان المغربي الى احمد الثالث سلطان العثمانيين ارسل المولى اسماعيل سلطان المغربي الى احمد الثالث سلطان العثمانيين رسالة يشتكي فيها من تجاوزات ولاة الجزائر ومما جاء فيها ولاتك في الجزائر تعد حدودهم فرد عليه سلطان العثمانيين أحمد الثالث بقوله لم نكن نعلم قبل مرسولكم هذا اسمح لهم لوجهنا فوالله إنهم لأخلاط الناس وإن أعادوها لنمحي جرتهم يستفاذ من هذه الواقعة أولا مدى القوة التي كان يتمتع بها الملوك العلويون في المغرب ونفوذهم في المنطقة واستعدادهم لحماية مملكتهم من العثمانيين وقادتهم في الجوار ثانيا مقارعة المولى إسماعيل لسلطان العثمانيين ندا للند مخاطبته إياه شخصيا وليس أميره في الجزائر وفي هذا رسالة سياسية قوية ثالثا خشية السلطان العثماني من مواجهة المولى إسماعيل والدولة العلوية وطلبه الصفحة من حاكم المغرب متوعدا إياه بإبادة الإيالة الجزائرية عن بكرة أبيها إذا قامت بتجاوزات أخرى تجاه الإمبراطورية المغربية رابعا احتقار السلطان العثماني للجزائريين ويظهر ذلك جليا بوصفه إياهم أخلاط الناس أي اللقطاء في العرف المغاربي ولا يخفى على أحد النظرة الدونية للأتراك تاريخيا للجنس العربي واحتقارهم للعرب فاللهما احفظ ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية في الحل والترحال وارحم اللهم الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وانظر إليه نظرة الرضا فإن من تنظر إليه نظرة الرضا لا تعذبه أبدا اللهم أسكنه فسيح الجنان واغفر له يا رحمن واغفر وارحم لبطل التحرير محمد الخامس وتجاوز عن خطاياهما فإنك أنت الله الأعز الأكرم وعفو عنهما فإنك أنت القائل ويعفو عن كثير فاللهما إن رحمتك وسعت كل شيء فارحمهما رحمة تطمئن بها نفسهما اللهم احشرهما مع المتقين في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام واحفظ اللهم الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي الوفي للعرش العلوي المجيد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فاللهما إننا نستودع كالمغرب رجالها وشبابها نساءها وفتيانها أطفالها وشيوخها اللهم إننا نستودع كالمغرب ممتلكاتها ومبانيها ومنشآتها اللهم إننا نستودع كالمغرب أراضيها وخيراتها أمنها أمانها رزقها وأرزاقها اللهم إننا نستودع كالمغرب حدودها وبحورها جبالها وسهولها فاحفظهم بحفظك يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم عليك بخوانة وأعداء وطننا واجعل السفينة تغرق بهما وأنت خير الحافظين ولا غالب إلا له اللهم آمين يا رب العالمين